نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن نحياكم الله نبدأ نشرتنا من ليبيا حيث كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن قوات أجنبية دخلت أمس إلى ميناء السدر النفطي وكان صنع الله قد قال في مقابلة لتلفزيون ليبي محلي قال إن عناصر من مرتزقة فاغنر الروسية دخلت حقل شرارة النفطي أيضا قبل أسابيع بتسهيل من حرس المنشآت النفطية وأشار إلى أن لدى مؤسسته ما يثبت وجود مرتزقة فاغنر في حقل الشرارة مشددا على ضرورة خروجها فورا على حد تعبيره وفي شأن ليبي آخر ذكر المجلس الأعلى للدولة في بيان له أن القصف على قاعدة الوطية الجوية يعتبر عرقلة لأي محاولة لبناء جيش وطني وأضاف أن الهجوم يشكك في جدية دول التي تدعي سعيها للوصول إلى وقف لإطلاق النار وحل سني في ليبيا وتقوم في ذات الوقت بدعم هذه الأعمال الإجرامية بحسب البيان ينضم إلينا من طرابلس الكاتب والصحفية سنوسي إسماعيل أهلا بك سيد إسماعيل ما المتوقع بعد هذا الاستهداف لقاعدة الوطية الجوية برأيك خاصة بعد الهدوء الحذر الذي شاهدناه بعد هدنة غير معلنة إن صح التعبير تحيي لكم طيبة طبعا هناك مصادر تقول بأن هوية هذه الطائرة ميراج 2000 وهذه طبعا معروفة تملكها ثلاث دول فقط فرنسا ومصر والإمارات فأعتقد بأن ضرب قاعدة الوطية بهذا الشكل يهدف إلى نقطتين يعني التصعيد بشكل عام ويهدف أيضا إلى لنقل ربما التأثير أو إفساد المحادثات التركية الروسية والتي تستهدف ربما لنقل تحقيق انسحاب شركة الفاغنر ومرتزقتها من الجفرة وسرت من أجل ربما ترتيب سياسي فيما بعد ولكن أعتقد بأن هذه الدول لا يرق لها هذا التفاهم ربما أو التقارب الروسي التركي وفي كل الأحوال أعتقد بأن هذا التصعيد يمثل لنقل أنه ضربة لمحاولات جهود أو جهود الدولية لوقف إطلاق النار والتي تقودها طبعا للأمم المتحدة وكذلك أصبحت تسر عليها أكثر الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي طبعا معادة فرنسا أصبح لدينا حقيقة واقع جديد يقول بأننا الآن أمام أزمة يعني أزمة سرة الجفرة التي هي قابلة للانفجار في أي لحظة باعتبار الاستعدادات مكثفة من الطرفين خاصة في ظل زيارة وزير الدفاع التركي الذي زاد أكثر يعني عزز هذه الفرضية وهي أن هناك هجوم وشيك لقوات حكومة الوفاق على كل من هذا المحور سرت والجفرة لأن فيه قاعدتين لابد من السيطرة عليهما من أجل تأمين المنطقة الغربية والعاصمة ربس بشكل عام خاصة أن الهجوم الذي قاد هو حفتر أتى عبر قاعدة الجفرة يعني الوضع الليبي يتجه نحو مزيد من التصعيد كما تتوقع سيد اسماعيل إذا ما تطرقنا أيضا إلى ما تحدث به رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عندما قال إن هناك قوات أجنبية دخلت إلى ميناء السدرة النفطي هل يقصد مرتزقة فاغنر أم أن هناك قوات أجنبية أخرى على ما يبدو تم رصدها في هذا الميناء في اعتقادي نعم سيكون هما الفاغنر لأن تصور معي بأنهم موجودين في سرط بكثافة وسرط قريبة جدا على ميناء السدرة قريبة جدا يعني لدرجة ممكن 150 أو 200 كيلومتر بينما حقل الشرارة يبعد عن سرط حوالي 500 كيلومتر يعني هم وصلوا إلى حقل الشرارة فأعتقد بأن ميناء السدرة أقرب لهم وبالتالي فإن هذه السياسة التي تمرسها مرتزقة الفاغنر أعتقد بأنهم يهدفون بها ربما إلى خنق يعني الضغط أكثر على حكومة الوفاق وعلى الدول التي تسعى إلى يعني إعادة العملية السياسية وكذلك المحاولات التي تقودها مؤسر وطني النفط لإعادة إنتاج وتصدير النفط هذه كلها حقيقة أصبحت معادلة جديدة لأننا كنا ربما من قبل نتحدث عن أن هذا الهلال النفطي ربما يكون هناك تركيز عليه من الدول الستة شركة ليبيا في النفط ولكن يبدو أن الأمر أصبح يتغير شيئا فشيئا شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي السنوسي إسماعيل كنت معنا مباشرة من طرابلس شكرا لك شكرا جزيلا لك